اهلا يبا افتح وووو مشتاقا الى ذويه تعجز الكلمات عن التعبير لكن طفلا قطريا كان امس عوديا لا يهم فالعائلة واحدة تعود المياه الى مجاريها بفتح الحدود بين قطر والسعودية حدث هذا قبيل قمة الخليج الحدية والاربعين وهنا بعد ثلاث سنوات ونصف عجاف قطعت فيها ثلاث دول خليجية بالاضافة لمصر علاقتها مع قطر حين فرضت حصارا عليها منتصف الفين وسبعة عشر تصل الطائرة القطرية الى مطار العلا السعودي بعد ان عادت الاجواء واحدة كما كانت من قبل هذا لقاء الشقيقي بشقيقه لانفصال بينهما انما هو الاختلاف او خلاف القى بظلال انقاسية على مصالح كل دولة من دول مجلس التعون الخالجي الجهود الكويتية التي بدأها الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واستمر بها من بعده الشيخ نواف الصباح امير دولة قطر وبجهود امريكية ينجح بيان العلا برعب الصدع وعودة المجلس للانعقاد بكامل اعضائه صمت وابتسامة يلخصان ما مضى غير ان ما مضى قد يكون درسا في حسب نقادة دول الخليج سيما ما قد عصفت بالسنوات الماضية من ملفات اقليمية شائكة حيث يخرج عنوان القمة بما ينطق به ولي العهد السعودي مؤكدا ثوابت السعودية ودول الخليج رفض ممارسات ايران تعود رسالة التأكيد على مصالح دول مجلس التعاون العليا التي تثمنها السعودية وتؤكدها قطر ويجمع عليها زعماء الخليج تأتي في وقت عصيب سيما تدعيات كورونا وتفاقم ازمات المنطقة فيما يتعلق بايران والتوتر في مياه الخليج تقصد سيما بجمع